بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله ومن ولا ثم أما بعد نرحب بكم يا طلاب العلم في درس من دروس مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنكون معا في قسم التفسير الوحدة الثانية سورة لقمان الدرس الخامس تفسير الآيات من الآية الثانية عشر إلى الآية الخامسة عشر من سورة لقمان قبل الدخول في الدرس من المهم أن نراجع الدرس السابق ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أخذنا تفسير سورة الروم من الآية التاسعة والثلاثين إلى الآية الواحدة والأربعين الآن ستظهر أمامكم الأسئلة أعتمنى منكم الاستعداد والإجابة السريعة على كل سؤال يظهر أمامكم السؤال الأول بيّن معاني الكلمات الآتية آتيتم فلا يربوا زكاة المضعفون نبدأ بالكلمة الأولى ما معنى كلمة آتيتم ما معنى كلمة آتيتم ما معنى كلمة آتيتم أحسنتم معناها أعطيتم معنى آتيتم أي أعطيتم الكلمة الثانية فلا يربوا ما معنى كلمة فلا يربوا فلا يربوا أحسنتم لا يربوا أي لا يزداد لا يربوا أي لا يزداد الكلمة الثالثة زكاة ما معنى زكاة ما المقصود بالزكاة ما المراد بالزكاة أحسنتم الزكاة أي الصدقة السؤال والكلمة الأخيرة هنا المضعفون ما معنى المضعفون كلمة المضعفون ما المراد بها أحسنتم المضعفون أي الذين يضاعف الله عز وجل لهم الثواب الذين يضاعف الله عز وجل لهم الثواب السؤال الآخر استدل من الآيات على كل مما يأتي سيظهر أمامكم عبارة يريد أن نستخرج وأن نستدل على هذه العبارة من خلال الآيات التي تعلمناها ودرسناها في الدرس السابق العبارة الثواب من الله تعالى مرتب على الإخلاص لله تعالى ما الآية الدل على هذه العبارة ما هي الآية التي تدل على أن الثواب من الله تعالى مرتب على الإخلاص له عز وجل أحسنتم نقول هذه الآية وَمَا أَتَيْتُم مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ فلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ فلهذا نقول هذه الآية دلت على أن الثواب من الله تعالى مرتب على الإخلاص له عز وجل العبارة الثانية استدل من الآيات على مضاعف الثواب الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى ما الآية التي تدل على مضاعف الثواب الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى أن الله يضاعف هذه الأجور ما الدليل أحسنتم نقول الدليل وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين يضاعف الله عز وجل لهم الثواب هذه الآية تدل على أن مضاعف الثواب الصدقات التي يراد بها وجه الله تدل على هذه العبارة الآية الثالثة نريد أن نستخرجها معصية الله تعالى إفساد في الأرض ما الدليل على هذه العبارة من الآيات التي درسناها من سورة الروم آية تدل على أن معصية الله تعالى إفساد في الأرض أحسنتم هذه الآية قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فهذه الآية تدل على أن معصية الله تعالى هو إفساد في الأرض هو إفساد في الأرض بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد في هذا الدرس سنأخذ تفسير سورة لقمان من الآية الثانية عشر وحتى الآية الخامس عشر بإذن الله في هذا الدرس أولا سنبين معاني الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على الباب معرفة المراد بها ومعناها أيضا سنفسر الآيات من الآية الثانية عشر وحتى الآية الخامس عشر كذلك بإذن الله في نهاية هذا الدرس سنستشعر خطورة الشرك بالله تعالى خطورة هذا وخطورة هذا الأمر ونختم ذلك كله في هذا الدرس بأننا سنتعرف على أهمية الإحسان للوالدين أهمية الإحسان للوالدين فهذه العناصر التي سنسير بإذن الله عليها في هذا الدرس فنبدأ أولا بالاستماع إلى الآيات أتمنى منكم الآن اختيار مكان مناسب والإنصات لأننا بعد أن نستمع إلى هذه الآيات سنتعرف على تفسير هذه الآيات فمن الجيد ومن الحسن أن نركز في هذه الآيات حتى نكتشف بعد ذلك المقصود في هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بعد أن استمعنا للآيات الآن سنذكر بعض الكلمات التي قد تشكل على بعض معرفة معناها لنتعرف على ذلك فنتعرف على هذه الكلمات أول هذه الكلمات في قوله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ما معنى كلمة يعظه ما المراد ما المقصود بهذه الكلمة يعظه أحسنتم معناها معنى الوعظ هو القول المقرون بالترغيب والترهيب القول المقرون بالترغيب والترهيب الكلمة الثانية معنا هنا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ما معنى وهن وهنا على وهن ما المقصود بالوهن ما المراد بالوهن ما معنى هذه الكلمة أحسنتم معناها معناها الضعف معنى الوهن أي الضعف الكلمة الثالثة معنا وفصاله وفصاله ما معنى وفصاله ما المقصود بهذه الكلمة وفصاله أحسنتم وفصاله أي فطامه وانفصاله من الرضاعة انفصاله وفطامه من الرضاعة فهذه الكلمات قد تشكل على بعض معرفة معناها بعد ذلك نأتي إلى تفسير هذه الآيات والتعرف على معناها حتى بعد ذلك نتعرف على أبرز المستفاد منها والدروس المأخوذة من هذه الآيات ثم بعد ذلك نأخذ ما هي الأعمال التي سنعمل بها فنبدأ أولا بالتفسير هذه الآيات يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أي أعطينا عبدنا الصالح لقمان الحكمة وهي الإصابة في القول والفقه في الدين فما معنى الحكمة هي الإصابة إصابة القول والفقه في الدين قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله أي قلنا له أشكر الله على ما أنعم به عليك ثم جاءت الآية ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن نفع الشكر يعود إلى هذا الشاكر الذي يشكر الله عز وجل فيزداد بهذا الشكر يزداد هذا بالأجر ودوام هذه النعمة فلهذا أمرنا دائما بأن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا ثم جاءت الآية بعد ذلك ومن كفر من يكفر بهذه النعمة ويجحد هذه النعمة من جحد نعمة الله فلم يقم بشكرها ويؤدي حقها فلهذا قال الله عز وجل فإن الله غني أي أنه مستغن عن هذا الشكر حميد محمود على كل حال سواء هذا العبد شكر الله عز وجل أم لم يشكر الله عز وجل لهذا نبادر جميعا في أننا نحرص على شكر الله عز وجل ثم جاءت الآية وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لماذا في الشرك ظلم عظيم لما فيه من وضع العبادة في غير موضعها فالأصل أن الذي خلقك وأوجدك من العدم هو المستحق أن تصرف هذه العبادة له فلو صرفت هذه العبادة لغيره فهذا ظلم عظيم لماذا لأنه وضع العبادة في غير موضعها ثم جاء بعد ذلك ووصينا الإنسان بوالديه أي أمرنا الإنسان بأن يبر والديه وأن يحسن إليهما ويحرص على طاعتهما فقال الله عز وجل حملته أمه وهنا على وهن أي أن هذه الأم قد بذلت لهذا الصغير لهذا الطفل الشيء الكثير من ذلك أنها حملته وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف ثم جاءت الآية بعد ذلك وفصاله في عامين أي في طامه عن الرضاعة لمدة عامين وهو يرضع من أمه ثم جاء بعد ذلك أن يشكر لي أي على ما أنعمت به عليك وذلك بأن تقوم بعبودية الله عز وجل وأداء الحقوق التي جعلها الله عز وجل واجب عليك أن تؤديها ثم جاء بعد ذلك ولوالديك أي على تربيتهما لك كذلك الإحسان إليهما يكون بالقول والعمل ثم جاء بعد ذلك إلي المصير أي إلي مرجعكم بعد موتكم فأجازيكم على أعمالكم لهذا حينما نتذكر أن إلى الله مرجع الجميع لهذا ينتبه الإنسان المقصر في أنه يبادر إلى التحسين ويبادر إلى التصحيح حتى لا يأتي عليه في هذا اليوم الحسر والندامة في أنه فرط في هذا الخير الذي حرم منه ثم بعد ذلك جاءت الآية وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أي إن بذل والديك جهدهما لأن تشرك بالله عز وجل فلا تطعهما ما السبب لماذا لا تطع والديك في هذا الأمر لأنه قاعدة مهمة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن الله هو الذي خلقه فهو المستحق لأن يفعل أمره فلهذا إن خالف قول والديك الذين أمر الإنسان بالإحسان إليهما إن خالف أمر الله فأمر الله مقدم على والديك لهذا قال في الآية فلا تطعهما ثم جاء بعدها وصاحبهما في الدنيا معروفة قد يظن الإنسان حينما نهى الله عز وجل عن طاعاتهما في أمر الشرك أن معنى ذلك أن يسيء إليهما فجاء التنبيه فقال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة أي بالمعروف وذلك بأن تحسن إليهما وأن تؤدي حقوقهما وتحسن وتحرص على برهما ثم بعد ذلك قال الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي وهم المؤمنون ثم إلي مرجعكم أي يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون أي أخبركم بأعمالكم الصالحة والسيئة أجازيكم عليها فهذا معنى موجز حول هذه الآيات بعد ذلك نريد أن نتعرف على ماذا نستفيد من هذه الآيات فلو سألنا سؤال من خلال هذه الآيات التي أمامكم أريد أن تستخرجوا منها فائدة نستفيدها من هذا الدرس من خلال ما ذكرنا قبل قليل في تفسير هذه الآية ماذا استفدتم؟ ماذا تستفيدون من هذه الآيات؟ نساعد نقول نستخرج من هذه الآية الأولى من يستطيع أن يستخرج فائدة من هذه الآية الأولى وَلَقَدْ آتَيْنَا لِقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ من يستطيع أن يستخرج فائدة من هذه الآية؟ فائدة من هذه الآية أحسنتم نقول الفائدة الحكمة منحة إلهية يوفق الله عز وجل لها من شاء من عباده هذه الإصابة في الرأي والفقه في الدين هذه منحة إلهية من الله جل وعلا يوفق بها من شاء من عباده أيضا من هذه الآية أن الله عز وجل غني عن عباده إنما أمرهم بعبادته ليكون جزاؤهم على قدر أعمالهم أيضا نريد أن نستخرج فائدة من هذه الآية وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ من يستطيع أن يستخرج فائدة يستنبط فائدة من هذه الآية وإذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ من يستطيع أن يستخرج فائدة من هذه الآية أحسنتم نقول الشرك بالله أعظم الذنوب وهو أعظم أنواع الظلم لماذا؟ لما فيه من التعدي على حق الله تعالى الذي هو أعظم الحقوق على العباد لماذا هو أعظم الحقوق؟ لأنه جل وعلا هو خالقهم المتفضل عليهم بأنواع النعم لهذا لا أبد أن يعبد ولا يشرك به شيئاً لهذا هذا يبين هذه الآية تبين أن الشركة أعظم أنواع الظلم أيضاً بعد ذلك نأخذ في الآية التي تليها والآية الأخرى ماذا نستفيد من هاتين الآيتين؟ نستفيد نقول من الفوائد عظم حق الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما حتى لو كان على غير إسلام فهو يجب عليك وهذا حق من حقوقهما أن تحسن إليهما وأن تحسن صلتك بهما لهذا نحرص على قضية هذا الباب العظيم من الأجور التي قد يحرم الإنسان منها حينما لا يحسن إلى والديه فلهذا وصل الله عز وجل الإنسان بأن يحسن إلى والديه بعد ذلك نأتي إلى سؤال نحتاج فيه إلى إجابة منكم سؤال نشاط الآن نتهيأ ونستعد للإجابة على السؤال الذي سيظهر أمامكم السؤال هو بر الوالدين من أعظم أنواع العمل الصالح وهو حق للوالدين على ولدهما نريد اقتراح بعض الأعمال التي يحصل بها بر الوالدين هناك أعمال لو قمت بها هذا من البر بالوالدين من البر بالأب ومن البر أيضا بالأم من يستطيع أن يقول لي مثل ماذا هذه الأعمال من يستطيع أن يضرب أمثالا أن يضرب بعض الصور التي لو قام بها إنسان نقول أن هذه الصورة صورة من صور البر بالوالدين فكروا حاولوا أن تجدوا نريد أكثر من عمل نريد أكثر من عمل ففكروا في أعمال لو قمت بها لوالديك يعتبر من صور بر الوالدين أحسنتم نقول كثيرا لعل أهمها وأعظمها الطاعة لهما وتلبية أوامرهما فحينما يطلب منك أبوك أو حينما تطلب منك أمك فأنت تسارع في طاعتهما وتنفيذ ما أمر به أيضا من البر وصوره الدعاء لهما فحينما تسجد تدعو لهما إن كان على قيد الحياة أو إن كان ميتين فأنت تدعو لهما وهذا من البر بهما فتحرص على الدعاء أيضا من صور البر خفض الصوت عند الحديث معهما حينما تريد الحديث معهم تريد أن تتحدث معهما فأنت تخفض صوتك أيضا من صور البر ونختم بذلك تقديمهما في الكلام والمشي احتراما لهما وإجلالا لقدرهما فأنت تجعلهما دائما في الأمام احتراما وتقديرا لهم كذلك في الحديث أنت لا تسابقهما في الحديث فهذه أيضا صورة من صور البر بعد ذلك نأتي إلى ما هي الأعمال قبل قليل أخذنا كثير من الفوائد وشيء من المعاني الجديدة التي تعرفنا عليها خلال هذه الآيات الآن نريد أن نذكر أمثالا تطبيقات ما هي الأعمال التي ستنفذونها في حياتكم استفدتموها من هذه الآيات وفكرتم في أن تطبقها في حياتكم في بيتكم في مدرستكم في حيكم يحقق المعنى من هذه الآيات من يستطيع أن يقول لي آثار سلوكية أعمال تطبيقات أحسنتم نقول أحذر من الوقوع في الشرك كبيره وصغيره لأن أعظم الذنوب الشرك أيضا من صور التطبيقات أيضا أبذل ما أستطيع من وقت وجهد وعمل لإرضاء والدي وإدخال السرور عليهما من اليوم تجعل لك هذه القاعدة في قضية الإحسان الإحسان إليهما بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقويم حتى نتأكد من فهمنا لهذا الدرس واستيعابنا له السؤال الأول ما أول وصية وصى بها لقمان لابنه ما هي أول وصية؟ لقمان أوصى ابنه بوصايا ما هي أول وصية أوصاه؟ أحسنتم أوصاه لا تشرك بالله لا تشرك بالله تعالى وهذا يبين عظم هذا الأمر السؤال الآخر ما السبب علل لما يأتي؟ من يشكر لله فإنما يشكر لنفسه لماذا؟ من يشكر لله هو يشكر لنفسه أحسنتم لماذا؟ الجواب لأن نفع شكرا شكرا هذا الإنسان الشاكل يعود إليه بالأجر كذلك يعود إليه بدوام هذه النعمة وزيادتها العبارة الثانية شكر الوالدين بعده شكر الله تعالى من أوجب الواجبات ما السبب؟ لماذا؟ أحسنتم لمعاناتهما تحملهما المشقة في تربيتك فلهذا حق عليك اتجاههما أن تشكر هذا الصنيع العبارة الأخيرة معنا هنا إذا أمر الوالدان أولادهما بالإشراك بالله فلا طاعة لهما ما السبب؟ لماذا؟ أحسنتم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق السؤال الآخر ما معنى كلمة هذه الكلمات؟ الكلمة الأولى الحكمة الكلمة الثانية وهنا على وهن الكلمة الثالثة وفصاله ما المراد بهذه الكلمات؟ أحسنتم الكلمة الأولى الإصابة في القول والفقه في الدين هذا الحكمة الكلمة الثانية وهنا على وهن الإجابة أي ضعفا على ضعف الكلمة الأخيرة وفصاله أي فطامه من الرضاعة هذا معنى هذه الكلمات السؤال معنى الأخير في هذا الدرس اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس فيما يأتي لقمان هل هو نبي من الأنبياء أم أنه رسول من الرسل أم أنه عبد صالح من يستطيع اختيار الاختيار الصحيح أحسنتم لقمان هو عبد صالح لقمان عبد صالح العبارة الثانية الحكمة ما الخيار المناسب لهذه العبارة الحكمة تكتسب بالتعلم والخبرة تورث من الآباء والأجداد منحة إلهية ونعمة ربانية من يستطيع أن يذكر ما هو الخيار المناسب والصحيح لكلمة الحكمة أحسنتم نقول هي منحة إلهية ونعمة ربانية بهذا نكون للحمد في نهاية هذا الدرس بينا معاني الكلمات الغريبة كذلك فسرنا الآيات من الآية الثانية عشر وحتى الآية الخامس عشر كذلك بإذن الله قد استشعرنا خطورة الشرك بالله جل وعلا وختمنا ذلك بأننا تعرفنا على أهمية الإحسان للوالدين وأهمية أن يحسن الإنسان لوالدي بهذا نقول للحمد انتهينا أشكر لكم تفاعلكم ألتقيكم بإذن الله في الدرس قادم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد